اسم التجربة صنع مغنطيس كهربائي الهدف من التجربة بناء مغنطيس كهربائي واستنتاج العلاقة بين عدد لفات السلك على القلب الحديدي والتيار الكهربائي بقوة الجذب للمغنطيس الكهربائي عناصر الامن والسلامة الخاصة بالتجربة الحذر عند التعامل مع السلك النحاسي فقد يسخن السلك عند تدفق التيار الكهربائي خلاله بمرور الوقت أدوات التجربة مصدر فرق جهد متغير سلك النحاسي مسمار فولادي مشابك ورقية معدنية خطوات إجراء التجربة نحضر المسمار ونلف عليه 10 لفات من السلك النحاسي مع مراعاة تركي أطرافه لوصل البطارية نشبك أطراف السلك النحاسي بمصدر فرق الجهد ونضبطه على قيمة 6 فولتات نقرب طرف المسمار إلى المشابك فنلاحظ انجذاب المشابك الورقية له ونسجل عدد المشابك التي جذبها المسمار نكرر الخطوة السابقة بزيادة عدد لفات السلك النحاسي إلى 20 لفة فنلاحظ ان عدد المشابك التي جذبها المسمار أكبر نكرر الخطوات السابقة بضبط مصدر فرق الجهد على 8 فولتات اشتركوا في القناة نسجل النتائج في جدول كالآتي نلاحظ ان عدد المشابك عند استعمال تيار كهربائي أكبر النتائج تعتمد قوة الجذب للمغناطيس الكهربائي على عدد لفات الملف ومقدار شدة التيار الكهربائي حيث تزداد قوته بازدياد عدد اللفات وزيادة التيار الكهربائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر